اشتركوا في القناة شكرا 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 السؤال الأول يقرأ من قوله تعالى الحج أشهر معلومات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا غفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذقوا الله فاذقوا الله عند المشعر الحرام واذقوه كما هداكم وإن كنتم من قبله ذا من الضالين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فغلموا بها فانظوا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل سؤال الثالث اقرأ من قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صغاطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا سؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم ترى أن الله يودج الليل في النهار ويودج النهار في الليل وشق والشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير السؤال الخامس اقرأ من أول سورة الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت سمود وعاذ بالقارعة فأما سمود فأهلكوا بالطارية وأما عاد فأهلكوا بغيح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك